السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة شف هاش مسوكينا الفيديو اليوم سوف يكون سوس دي فروماج اللي كنت طللتوا مني سوف نحتاج لها نسيطر الحليب سوف نأخذ كسره هنا نديرها فوق البوطة نشعل عليها عافية مهيلة و ندير نسيطر الحليب من بعد سوف نزيد لها عندي الطحين فورس الرطب سوف ندير جوج ديال مع القكبار نسيطر الحليب مع جوج مع القكبارين ديال الطحين فورس هير مفاش بزاف ديال مكونات ولكن المدق ديالا ركي جي خطير من بعد سوف نزيد لها جوج مع القصغارين ديال الموتا اختذروني من انكم تحتارون للعبار جوج مع القكبار ديال فورس مع جوج مع القصغار ديال الموتا نحرك دوك المكونات كاملين فوق البوطة من بعد سوف نزيد لها مع القكبيرة ديال الزبدة و هنا الزبدة يستحسن انها تكون ديال البوطة ماشي ديال العبار سوف نحرك تغيوني عندي هذه الخالطة بحل بشرة ملخفيفة و نزيد لها هنا عندي الفروماج صندويش انا درس 12 وحدة يعني هذا العبار اللي اعطيتكم 12 فرماجة ديال صندويش بغيتو داك اللون بيض غتديرو هاد الفرماج البيض بغيتو لون صفر غتديرو هاد الفرماج صندويش و راكينة الصفر ديالو اللي بحل الشادار سوف نحرك داك الفرماج فلاصص هنا تفتعليها البوطة ولحت الفرماج غنحركو يدوب شوية و غنضيرو في هاد البلندر هاد نطحنو ولكن قبل غنزيد لي واحد البودر هاد ديال جاشكا افسي اللي سبق لي وبرتاجيتها معاكم في تيك توك غادي ندير هنا على حسب بغيتوها حارة بزاف وزو حارة شوية انا ده هنا درت كيميا ديالجوش معاق كبارين و غادي نميكسي داك شي كامل و ها هي الاصص ديالي واجدة سريعة تحضير ما فيهاش بزاف ديال مكونات و مضاق خاطر لا يقاوم انا متأكدة إلا جربتوها غادي تحماق عليا اه كيف قلت لكم بغيتوها صفرة ديروا الفرومج ساندويج داك صفر بغيتوها بيضاء ديروا الفرومج البيض كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كان سمعكم بشاف هاشمسوك اينا تلقوا في فيديو قادم بسلام عليكم شكرا